ماتكملين في سلسلة مسائل المتابعين؟ أي مسألة بتقف معاك؟ ابعتها لي وأنا أحلها المسألة النهاردة لأختنا من غزة اسمها صاجة أنا مش عارف أنتقل اسم يا جماعة ياريت أبقوا حطوا بس في كومنت الاسم عشان أنتقل اسم وطبعاً قلبنا معاكوا في غزة ويعني يا ربنا يكون في العون طيب نخش على المسألة المسألة هي بروبلم دي اسمها كومان ديفيزورز موجودة على كود فورسز الأول تعالوا نقرأ المسألة مع بعض بعدين نشوف هنحلها إزاي دي المسألة كومان ديفيزورز بيقول لك واحد اسمه فازيا حتى اسمه مش عارف أنتقل ده كمان بيقول لك واتعلم في المدرسة ايه هو الديفيزور أو اللي احنا كنا بنسميه عامل اللي بينتج من الاسمه رقم بيبقى الاسم عليه وقرر أنه هو يحدد حاجة اسمها string divisor قرر أنه هو يعمل رقم بينقبل الاسم عليه أو الديفيزور بس لstring string اللي هو حروف هو ده اللي طلع بي يعني هو ألف مسألة فبيقول لك أن string A يبقى ديفيزور لstring B لو فيه positive integer x يعني لو فيه رقم موجب x بحيث أن احنا لو كتبنا string A كذا مرة x times نحصل على string B أحد الأمثلة A B B احنا ممكن نقول أنه هو A B و A B A B ليه؟ لأنه لو كتبت A B دي مرتين هحصل على string ده لو كتبت A B A B مرة فهحصل على string الأصلي فكذا كده الstring الأصلي معي لو string فيه تكرار فيه حبة ينفع تقرارهم يبقى هاخدهم برضو معي طيب المسألة بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك احسب لي فيه كام command divisor ل two strings تعالوا ناخد أول مثل يعني ده string وده string كل واحد منهم ليه string divisor تمام؟ بس أنا عايز واحد بقى ليهم هما الاتنين يعني أنا عايز string أو جزء من string لو أنا خدته يكون لي string الأولاني والstring الثاني جزء من string أو جزء من الحروف دي لو أنا خدته وقررته يكون لي string الأولاني والثاني مع بعض ازاي؟ لو أنا خدت ABCD ده جزء لو قررته مرتين يكون لي الأولاني لو قررت أربع مرات يكون لي التاني ده زي ما هو قال في المسألة ex times فده ينفع ده أول واحد معايا ده لو قررته مرتين يكون لي السترينج الاولاني ولو قررته كم مرة اربع مرات يكون لي السترينج التاني طيب نفس الكلام على السترينج كله السترينج كله لو انا قررته مرة يكون لي السترينج الاولاني لو قررته مرتين يكون لي السترينج التاني فيه كم سترينج بقى احنا عدينا كم عدينا ده الاول وده التاني هو ده اللي عايزه عايزك تشوف فيه كم سترينج يتكونولك السترينجين مع بعض فيه كم سترينج لو انا قررتهم يكونوا لك السترينجين مع بعض. ده اللي المسألة عايزة. وأنا جبت رونج آنسورز. هتلوني جبت رونج آنسورز كتير. كنت حليلة قبل كده. بس جبت رونج آنسورز كتير. بسبب أن أنا كنت فاهمها غلط. سأعتليه جيب رونج آنسورز تس ستين وواحد وستين. تس تلاتة وستة دول كانوا استهبال مني. ده كنت ما إمبليمنت حاجة غلط أصلا. بس تمام. فتس ستين وواحد وستين. ده بسبب أن أنا كنت بتشيك على سترينج واحد وهو عايز يتكون اللي اتنين. فهي دي المسألة. أنا عايز سترينجات أقررها تكون لي اللي اتنين. بس كده تعالوا بقى ندخل على الشرح وهشرح المسألة تاني برضو ووضحها أكتر. وفي نفس الوقت هنشوف هنحل المسألة إزاي. يلا بينا. طيب تعالوا نلاحظ حاجة. أنا السترينج الأولاني ABCD. ABCD. الديفيزورز بتوعه. زي ما قلناهم ABCD. ABCD. الأولاني ده هكراره مرتين والتاني هكراره مرة. العليمين ده عدد التكرار. طيب فيه حاجة حد يعني يلاحظها كده. تعالوا نجيب سترينج كمان. سترينج تاني. A, B, A, B, A, B, A, B. كله A, D. طيب لسترينج ديفيزورز هيبقوا أربعة. A, B. هكراره أربع مرات. A, B, A, B. هكراره مرتين. A, B, A, B, A, B, A, B. هكراره مرة. ده يعمل لي الديفيزور. أنا كده بجيب الديفيزور لسترينج واحد. سيبك من حتة الكومان دلوقتي. بس حد ملاحظ حاجة. الأرقام دي فاكتورز. يعني عوامل. لو حد فاكر درس الفاكتورايزيشن. اللي هو الماس ونومبر ثيوري. اتكلمت فيه عن إزاي أجيب الفاكتورز. عشان أقسم لسترينج. الرقم لازم يبقى الاسم عليه. عشان يجيب لي لسترينج للآخر. فأنا بقسم لسترينج لشرائح. أو ترنشاط كده زي ما بنقول. فلو لسترينج حجمه 8. أقدر أقسمه للعوامل بتاعته بس. اللي هم 4 و 2. الأرقام اللي يبقى الاسم عليهم. فأقدر أقسمه. لو لسترينج حجمه 8. أقدر أقسمه لسترينجين من حجم 4. أو 4 سترينجات من حجم 2. اللي هم الديفيزور بتوعه بس. فأنا لو عندي أي رقم. ممكن أجيب الديفيزور. وأشوفهم هم كومن ولا لا. دلوقتي التايم بتاع حاجة زي كده هياخد سكوير روت N. سكوير روت N في N. ليه سكوير روت N في N؟ هقولك آه. سكوير روت N. والN عندي بعشرة قصة 5. فالN بعشرة قصة 5. وأنا بجيب لسكوير روت بتاع عشرة قصة 5. اللي هو مش هيكمل 300 مثلا. وبضرب في N. اللي هي في عشرة قصة 5. فده حوالي 3 هو في عشرة قصة 7. وإحنا أصلاً الكمبيلر الثانية بعشرة قصة 8. والتايم ليمت بتاعك. أنا مش فاكرة وكان في المسألة. بس هو أكيد أقل من ثانية يعني. فستيل انت كده هتحلها في وقت قليل جدا. طيب هل فيه Optimization أحسن من كده؟ آه. فيه بدل ما جيب الفاكتورز. أنا لو هجيب الفاكتورز هجيبها على حجم أي سترينج. هجيبها على حجم السترينج الأكبر. وأشوف. يعني أنا هجيب Maximum الحجمين. حجم السترينج الأكبر. هجيب الفاكتورز بتاعه. وأشوف فاكتورز تكون مناسبة للأتنين. وأجرب. أجرب كل السب سترينج. فهجربهم في N. فهيبقى الطايم بتاعي. الفاكتورز اللي أنا جبتهم. وهبروت فورسي أعتبر. الفاكتورز اللي أنا جبتهم. في سكويروت N. وأجربهم على حجم السترينج كله. اللي هو N. Maximum هيكون 10 قصة 5. أو Maximum حجم السترينج. فيه Option تاني. أنا مش لازم أصلا أجرب على الماكسيمم. أنا ممكن أجرب على الجريتست كومن ديفيزور على طول. على الجيس دي. فيه ناس هتقول لي ليه؟ هقولك باختصار. لو أنا عندي 16 و 8. كده 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 كده. أقل تقسيمة لازم تبقى الكومن ما بينهم اللي هو التمانية. يعني لو عندي حجم سترينج حجم 16 وسترينج حجمه 8. أقل تقسيمة لازم تبقى أكبر عامل مشترك ما بينهم. ليه؟ عشان هو العامل مشترك ده اللي اتنين بيقبلوا الاسم عليه. والعامل مشترك ده عبارة عن عوامل مضروبة في بعض. فطالما الاتنين بيقبلوا الاسم عليه الجيس دي ده. فهيقبلوا الاسم على العوامل بتوعه. يعني يعني لو احنا الاتنين بنقبل اسم على التمانية. فاحنا أكيد بنقبل اسم على الاربعة والاتنين. ليه؟ عشان التمانية هي عبارة عن اربعة في اتنين. ده باختصار جدا. هتقول لي لأ ثانية. هقولك ركز معي تاني. احنا الاتنين بنقبل اسم على التمانية. يبقى احنا الاثنين بنيبل اسمه على الاربعة واثنين اقول لي طب التمانية دي اصلا عبارة عن ايه التمانية دي هي اكبر عامل احنا الاثنين بنيبل اسمه عليه فاحنا هنجيبه على طول ونجيب الفاكتورز بتوعه يعني هنجيب العوامل اللي هو عبارة عنهم يعني اكبر الجيسي دي ده هو عبارة عن شوية عوامل مضروبة في بعض العوامل دي بتحددلي الفاكتورز بتاعتي فانا كل اللي هعمله اجيب الجيسي دي على طول بأكسبتد معك عايزي أنا جربتها بالسكوير روت وجابت أكسبتد وتعالى برضو أوريك الكود توضح معك أكتر بس أنا جبت الجي سي دي عشان أسهل وحتة الامبليمنتشن بتاعت الساب سترينج هي اللي ممكن تكون سخيفة شوية بس تعالوا يلا نشوفها سوا وهتلاقوا يعني في الكود برضو هشرح أكتر بحيث أن هي توضح بس هي فكرة المسألة أن أنت تاخد بالك من الفاكتورز وإنت عندك معلومة الفاكتورز بتجب في سكوير روت إن فأنت هتبروت فورس بس بطريقة ذكية شوية فأعتقد طايم أقل من العادي تعالوا بقى نشوف الكود هيبقى عامل إزاي يلا بنا تعالوا بقى جزء الكود أنا عندي سترينجين A و B بأخدهم بأعملهم CN في حاجة اسمها Iostream لو حد عرفها Iostream دي بتاخد A و B أسرع واتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده هتلاقوني في فيديوهات الحل حل المسألة كلمت على Iostream بس طبعا أنا مش محتاجها أصلا لأن الكود سريع خلقة يعني أنت مصرع في كل حاجة بس أنت يفضل تحط Iostream كله بيحطها خاصة قبل كونتست هي بتصرع الإنبوت والآوتبوت شوية أو الرهالة كواريكي الكود بتاعها هتلاقي عندي في الصميشة القديمة طيب أنا بأخد السترينجين وطبعا باختارتهم Variables أحط فيهم Size طبعا الكود أعمله نضيف عشان مشرحه بس بس في العادية ما بكويتش كده خالص بس طريق الكود الأديم كان أعمل إزاي طبعا بأجيب GCD GCD لفيديوهات عندي لو أنت لسه مش فاهم GCD هتلاقي عندي فيديوهات في بلاي لست مثلا Number Theory أنا أشرح GCD وحال ما أسأل عليه هو LCM الاثنين يعني تقدر تقول Two Size for One Coin أو وجهين لعملة واحدة شوفهم وهتفهم GCD كويس جدا وهتعرف أنا لأعملت GCD لو مش فاهم GCD عادي امشي للسكوير روت بس مش لازم GCD بس هتمشي سكوير روت Maximum N1 و N2 يعني هتمشي Maximum 2 Size ده الكود GCD الكود ده برضو موجود شرحه في فيديوهات قبل كده مثلا Number Theory طيب IFID ليه عشان أنا بجيب الفاكتورز بتاعت GCD بجيب الفاكتورز بتاعت GCD في فيديو اسمه Factorization ازاي يجيب الفاكتورز مشروح عندي في بلاي لست مثلا Number Theory طيب والله يعمل حاج لو هو مش فاكتور فأنا ما بقبلش الاسم عليه ما بقبلش الاسم عليه يعني فيه بقي اسمه لو بقي الاسمه بصفر يبقى أنا بقبل اسم عليه هشوف يعمل حاج لو أختار العامل أولاني O والعامل التاني自i على O أنا لو عندي 4 يعني أنا 8 دي 4 فالتاني هيبقى 8 على ال4 اللي هو ال2 أنا لو بقبل اسمه على ال4 فأكيد فيه عامل تاني لأنه عبارة عن 4 في 2 عبارة عن رقمين في بعض فأنا ما جيبي الرقمين اللي أول والتاني 8 عبارة عن 4 في 2 16 عبارة عن 1 في 16 بعد كده 2 في 8 بعد كده 4 في 4 مثلا وهكذا. طيب. بعد كده بتشيك بقى حتة توريك الشيك فونكشن عاملة ازاي بس بتشيك السوب سترينج. هي هتبقى سخيفة في الامبليمنتشن معك شوية انا جابت معي رونجا انسرز كتير. بس بعد ما تامبليمنتها خلاص يعني. طيب. ايه لي تشيك كده? ندي وان له تسوي دي تو. ده بنعمله واحنا بنتشيك الفاكتورز عشان لو انا عندي حاجة زي الستاشر مسلا. الستاشر دي عبارة عن اربعة فاربعة. اعتقد ان هي جابت معي رونجا انسر اصلا شو ما كنتش حطت الكونديشن ده. اربعة فاربعة بستاشر. في حاجات كده. اللي هي حاجات بنسميها ايه باروف تو. تمام? اللي هي اربعة فاربعة ستة فستة خمسة فخمسة. فانت لازم تشيك لان انت الاي هتبقى هي هيجي على الاي. فهيطلع لك العمل مرتين. فهيعد الانسر مرتين. فهيطلع لك انسر رقم زيادة. فانت استرينجين بالاحجام بتاعتهم بالديفزور اللي جايلي. طيب. اول حاجة انا باخد الاي ده من الاي. من الاي. فانا بتأكد والله اعمل حاجة انا باخد من الاي. وبمشي على الاتنين. هل انت سبسترينج من الاي تمام? وهل انت سبسترينج من الاي تمام? طيب ايه التى? التى ده اللي هو بتشيك بي يعني. بامشي ازاي بلاس ايكوال دي وان عشان بامشي على سبسترينج. فكل شوية بزود الديفيزر يعني لو هم 4 فأنا بتشيك على أول 4 بتاخد هنا البداية وبتاخد هنا النهاية فأنا بقوله ابدأ هنا البداية وهنا الحجم لغاية النهاية فهنا البداية مثلا بصفر فأنا بقوله كده من صفر لغاية أول 4 بواحد من 1 لغاية 5 من 2 من 2 ل6 وهكذا يعني هي بتشيك الأربعة اللي وراهم على طول فالموضوع بالنسبة لك سهل هي بتاخد الحبة دول طب بمشي لغاية الصيز بتاع البي خلي بالك يعني طالما أنا ماشي على البي فهمشي لصيز البي ماشي على ايه همشي لصيز الاي فكرة جابت معي لونجانسر لانتهى بشكل سخيف يعني طيب لو في مرة ما تساووش هتقول لي ايه التساوي ده أصلا هقولك قص برضو عشان هتديك المسأل اللي هو بتاع a b a b a b a b انا همشي على أول سترينج واخد أول حبة اللي هم بالديفيزور أي أن يكون الديفيزور بكام مثلا الديفيزور باتنين فانت ضمن منين هتقول لي طب افرد انا خليه دي بي هقولك مش فرقة هتقول لي ليه مش فرقة هقولك لان كده كده أنا ضمن ان هو بيقبل اسمه على اتنين الرقم ده بيقبل اسمه على اتنين فانا هاخد من الايه دلوقتي فانا هاخد من الايه اول اتنين مثلا فهاخد اول اتنين يعني يكون هم ايه وامشي تشك والله يعمل حج هل اول اتنين دول متقررين اتنين 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 هو ده اللي انا بعمله بمشي اتنينات واتأكد ان هم متكررين اتنين على السترينج الاولاني واتأكد ان هم متكررين اتنين على السترينج التاني طيب انا ضمن منين ان ده اصغر من حجم السترينج الاولاني او السترينج التاني انا ضمن انه هو اصغر من حجم السترينج الاولاني او السترينج التاني عشان اخد جديد دي وجايب الفاكتورس فهو رقم بيبقى الاسم عليه مهمة الاتنين فاكيد اصغر منهم مهمة الاثنين وأكيد تبعهم مهمة الاثنين فأنت قريدي متشك على الرقم مش محتاجة تشك الموضوع ده حبيبي شكرا تمام ده تايم تراكر لو حد مهتم بالحاجات دي عمالتا يعني فهمت فكرة اللي تشك أنا هشرحها تاني مرة كمان عشان هي كتسخيفة معي بمشي اتنات أو تلاتات أو اربعات على حسب الديفيزور الديفيزور مثلا بتلاتة رقم زي تسعة تلاتة في تلاتة فبمشي التلاتات على الا وبمشي التلاتات على البي وأنا كده كده ضامن أن التلاتة دي هي فكتور من الا والبي فبمشي التلاتة على الا والتلاتة على البي واتشك طيب الـ check function دي بتاخد دي off in تمام ليه لأن هنا دي بتاخد الحجم يعني دي الـ time بتاعها هي حجم الـ string ده غير طبعا التساوي ده إن أنا ساوي ده بياخد برضو حجم الـ string فالـ function دي بتاخد طريبا off in function الـ check دي بتاخد off in فأنا الـ time complexity بتاعتي هي عبارة عن for loop جوها for loop فالـ 4 loop الأولانية هي هتمشي لغاية square root gcd أنا كده square root in لا أنا باخد square root gcd gcd أصلا يعني عمره ما هيعدي رقم كبير خالص يعني ما أعتقدش ما أعتقدش نوعه يعدي 150-160 فأنت بتاخد كمان الـ square root بتاعه فيعني بدل ما أنت كنت بتاخد مثلا 300 أنت بتاخد square root gcd اللي هو ممكن مثلا يعني ما أعتقدش أن أنت هتكمل مثلا 10 ولا حاجة يعني ده شبه constant أنا عايز أتأكد بس رقم كيب بس أعتقد يبقى رقم صغير جدا فالـ gcd وفر معاك وقت كتير قوي وأنت بتمشي هنا لتشيك لتشيك دي هي اللي بتاخد وقت كبير اللي بتاخد off-n أو أكتر أعتقد أن هي ممكن تكون بتاخد أكتر كمان من off-n شوية بس أنت يعني أعتقد almost off-n بس كده فده الـ time complete بتاعك n في square root gcd الـ time بتاعك بدل ما هو square root n في n أنت ممكن تحلها بطريقتين n في square root n وطبعاً ده هو الـ optimization اللي خلاه حتى كود سهل يعني حتى كود شكله سهل عشان انت عملت gcd أريكو بقى الكود من جارة gcd يعني أريكو الكود اللي أنا كنت حقل بي زمانه هنتحك حباً حلوين بس يالله يعني محنش يتحك عليها قوي مش ده ايوه هنا تعالي cd ده الـ OBS study كنت بسجل بيه تعالوا وريكو ده الكود الجديد تعالوا وريكو الكود القديم طبعاً ده الكود الجديد زي ما انتو شايفين رأى صغير جداً حتى مش حط I-O stream طبعاً ده القديم طبعاً كنت بحط حاجة كتير هنا عشان المسابقة لو أنا جاو كنت استقلوا حاجة فأنت بس تعمل حاجات دي وطبعاً ديه time time دي هتلاقي أنا معرفها بI-O stream هنا ديه define time يمكن أخدها حطها هنا define time دي I-O stream انت حبيت تحطها بس بتندهها time كلمت عن define و definition وزيت تعمل حاجات دي في كورس C++ عندي على القناة تقريباً كل حاجة يعني الحمد لله قلتها تقريباً شرحت بصوا بقى القديم كنت أعمل إيه ماشي square root لأن الأولاني square root لأن التاني حلو وطبعاً طبعاً أنا كممكن أمشي أفور له بواحدة بس لأ لازم أتفزلك وأعمل counting sort أعد والله أعمل حاجة لو هو أكبر من اتنين فهو أتكرر في الاتنين وأعمل check هنا بimplementation سخيف جداً بس اللي check كممكن طبعاً أعمله بfunction عادي جداً function substring هو نفس اللي check يعني نفس أتلاقي الفunction دي بس إيه الفرق هنا هنا أنا بمشي على max بالزبط زي ما قلت لك n و n و n 2 وبتأكد إن الفاكتور دا متكرر في الاتنين طب الجيس دي سهل الimplementation قوي أعمل مش محتاج أصلاً أتأكد وطبعاً يعني أصلاً accounting sort دي ده over coding مني يعني أو يعني مش clean code خالص أصلاً أنا كممكن أتشيك حتى لو هتحل بsquare root n لأ ممكن تكتب بطريقة أحسن وممكن طبعاً أنت بقى ممكن تجي بقى في standing شوف الناس هتشوف حلول تعال هنا في standing شوف مثلاً حل الأخ ده هتلاقي حد حللها مثلاً بالبيثون هتلاقي الباشا ده حللها sub string i sub string j ده حللها قريب بنفس الطريقة بس ده ده عمل الـ swap آه ده بصوا في الكيس اللي أنا جبت فيه rung answer ده ما هندلها بس ده ما هندلها بحرقة صائعة أنا في الكيس اللي أنا جبت فيه rung answer أهي أنا ما كنتش بتشيك على stringين هو مش بتشيك على stringين هتلاقيه هو بتشيك على string واحد بالزبط بصوا هو عمل تشيك واحدة مش بيمشي على stringين بيمشي على string واحد ليه الباشا بيبدلهم يعني هو بيخلي ال string الكبير في حتة الصائز الكبير دايما هو الأولاني بالزبط لو لا الصائز التاني أكبر يبدله بيخلي دايما الكبير هو الأولاني وتشيك تشيك واحدة بس ده تقلل time شوية فحركة حلوة آه بالزبط ومهندل الـ condition بتاع الصفر بالزبط أنا مش مهندل الـ condition بتاع الصفر أنا بتشيك يعتبر brute force تعالوا نشوف طبعا طبيعي فيه ناس هتلاقيه سلب واحد لان هي جابت معايا رونجانسر في الستينات فأكيد فيه ناس جواه كنتستوقعت معا المسألة ده واحد حللها أنا مش عارف إيه الـ implementation ده أوه ممكن طبعا تخدش تشوف حلول الناس بس ده جايب next وقبل و next وعمل push بس still انتوا فهمتوا الفكرة يعني ده راجل برضو حللها حل غريب جدا هو عداقل نفس الفكرة بس الـ implementation أو mini-loi الـ implementation يعني بالنسبة لي طلاصم فأنا مش هبصت على اعايز implementation محترم شوية ده برضو implementation سخيف يعني أعتقد أن أنا أنضف implementation بس أنا عشان عامل له القناة برضو يعني الصراحة فكاتب implementation كويس وما بيحلوه في الـ constant أيوة ده spider man ده نفس الفكرة بتاعتي لا برضو بس ده ما استعملش gcd بقى ده استعمل الـ square root على طول ده جي هنا واستعمل الـ square root على طول وبردو مهندل حاجة تحت أنا مش عارف ايه اللي بيهندلوها او يعني يمكن فيه حاجة هندلوها اه ده بيتشك انه هو بيقبل اسم على الاثنين بيقبل اسم على الصيز الاولاني والتاني انت لو جبت gcd مش هتحتاج تشك لتشك ده اصلا اه دي الفكرة بقى انت لو جبت اصلا gcd مش هتحتاج اعمل تشك ده بس هو بتشك على الـ stringين زي بس هو بتشك على الـ stringين زي بس هو ازيادة عنده انه هو مش بيمشي gcd ده واحد اثنين اه بصوا لو dvd equal in ده نفس الاتشك اللي انا عامله في condition اللي هو لو الاثنين مش بيدربوا في بعض انا بريكوا حلول الناس لشان بردو ايه تاخدوا فكرة ان الناس حلة ازاي طبعا في حلول تلاصم بس واضح المسألة هي حلول كتير يعني ده احد الحلول اللي ليها لكن واضح اللي هي حلول كتير ايه ده ده حل بصوا ده بردو حل صغير جدا لو بيقبل اسم على lens check على tool ده استغل فكرة ال time أصلا نقف 10 و 8 ويعتبر انا ممكن ابقعد اتفرج على الكوت ده اسمه ايه ده ما عندقيتش حلية نفس الحل بتاعنا خالص انا مش شايف اي حاجة بيعملها جايب فيها اسمه ايه ده هو مش جايب فكتورز اصلا معرفش كوت عدة ازاي هل عدة scanf printf ولا ايه كوت عدة متطايم عادي جدا يا جماعة وعمل حاجة عامل شوية ممكن لتشيكس مش عارف بس الكوت عدة يعني الكوت ده مفروض لو انا يعني واخد بالي فالمفروض ده ياخد اكتر من اوة في ان في الورست كيس يعني ولا هلوم ما وحطوش الورست كيس تستاتات قديك كم تست؟ خمسة سبعين تست ايوا ممكن يكونوا مش حاطين ورست كيس ماشي مش عارف الصراحة بس استيل يعني اي ممكن انا مش فهم الكوت قوي برده بس استيل المسألة ليها افكار يعني في افكار الحنا ما فهمناش حنا ما فهمنا فكرتنا اول قرائب من فكرتنا انا بس في افكار تانية برضو مش clean code صعب بس خلي بالكو يعني معظم الناس دي حلت في live يعني الناس دي حلتها جوة contest انت في contest غالبا مش هتكتب code clean انت في contest بالضبط يعني لو انا جوة contest هكتب code شبه شبه الكود ده وده اللي هجيبلي accept code constant ليه لانه انا اول فكرة جات في دماغي بimplement مش في دماغي فكرة ان انا اكتب code clean بس عشان انا برا بشرح لك دلوقتي براحتي بشرح لك من برا ال contest وبشرح لك عشان فيديو وعشان انت تفهم فطبعا في حاجات بقى تانية بعملها بكتب code نظيف code يتقري عشان انت تقرأ وتفهمه ودي skill برضو في حد ذاتها مهمة ان انت تكتب clean code بس جوة contest انت اول ما يجي لك حل يعني اكتبه مش لازم تبقى clean code قوي وانت جوة contest لان انت عايز تصمت في اسرع وقت فالناس دي ممكن تكون بتكتب code احسن مني بس احنا عشان بنبص على الكواد من برا فالكود مش clean هو كود جاب accepted هو واحد بيحل جوة contest فاصلا ان هما كاتبين بالسرعة دي والكود كلين كده جوة contest يعني فيه ناس بصوا الكود بتاعي يعتبر محترم جدا وده جوة contest يعني ده واحد جوة contest وحل المسألة فتحل مسألة في 25 دقيقة ففوفينام اسمه فواحد حل المسألة فلا ولا مش فوفينام xsc هو ده حل المسألة في 25 دقيقة وكاتب كود يعتبر كلين جدا فلا في ناس تنانين يعني وده يعتبر بيتشك على ناحيتين كاتب function واحدة تتشك على two strings انا مش عارف هو بيعمل ايه بس اعتقد نفس الفكرة برضو او فكرة قريبة يعني ستل بس فيه ناس يعني ده جوة contest كاتب كود يعتبر كلين جدا كود نظيف لو انت مشيت وراء تفهمه فيعني انا وريتكو كده كل حاجة في المسألة اتمنى المسألة الصراحة عشان من اخواتنا في غزة فيعني اتمنى ان الشرح يكون مفيد لو فيه حاجة فيها مش واضحة خالص في المسألة او اكتبيلي في الكومنت وانا هحاول اشحة تاني او لو فيه اي حاجة ممكن حتى اخش discord ونسجل لدسكورد ونزلوه على القناة لو فيه اي حاجة اكون معكم في الكود يعني بس الموضوع سهل يعني ايه مسألة مش صعبة ايه بس فكرتها ان انت تبقى عارف ان انت تستعمل square root وتجيب الفاكتورز بتاعت الرقم انت مجرد ما جبت الفاكتورز خلاص انت عرفت تتقسم بس واعتقد فيه ناس تانية استغلت فكرة relation بقى فيه ناس هتقولك ايه ممكن تقولك ايه ممكن تقولك اشوف الرقم بيتكرر كلها زي ايه لو تكرروا ده حصل يعني هيليها افكار كتير يعني هيليها كزا طريقات تتحق وممكن بردو نشوف التوتوريال بعدها في الاريو نشوف التوتوريال بيقولي حلها بقانية طريقة التوتوريال حلها بفكرة square root وجاب الماكس احنا حلناها gcd هي نفس فكرة square root بس احنا عملنا optimization gcd بس عشان ناخد time قل يعني وفيه ناس كانت عامل gcd يعني اما فتحت كان فيه حد عامل gcd بس هو كان عامل حرقة تانية صائعة اقفل عشان بدل بدل ما يتشك مرتين ده قل للtime اكتر مني اعتبر لانهو عامل حرقة تانية بدل ما هتشك على two string هتشك على string واحد بس هتشك ان ده جزء من ده على طول فدي فكرة بردو بس ممكن ابقى شوفها بعدين اشوف الكود ده بس يعني انا كده لفيت على كل حاجة في المسألة ويعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب وشكرا اذا عمونكم تشجعكم متسموا ستمتقبل الفيديوهات سلام اخيرا بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب في قناتنا على اليوتيوب وكمان ما تنساش ان انا اعمل لك موقع باسم ستر الجوريزموس هتلاقي عليه المحتوى كله ممكن تخش تلاقي عليه الترتيب وتشوف الفيديوهات ازاي كمان في صفحة على الفيسبوك لينا وكمان في جروب لحل المسائل وكمان عندي على تيك توك بنزل كل الشورتس اللي بتنزل على اليوتيوب والفيسبوك وممكن نزل محتوى جديد قدام وفي قناة تانية انا اعملها لها علاقة بالجييمينج موجودة ده كده وجودي على كل المنصات تقريبا وسهل جدا تواصل معايا عن اي واحدة منهم حتى اليوتيوب برد عليه وشكرا لدعمك تشجيعك وبتسم واستمتع بالفيديوهات سلام